الصرف في حياتنا اليومية هو تحويل واحد اوراق نقلية الى دراهم وهذا الدراهم حينما تسقط يكون لها صوت فهذا الصوت الذي تشبره الدراهم حينما تسقط هو ما يسمى بالصرف اذا الممنوع من الصرف هو الممنوع من الصوت جيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب لبس عليكم باخير كانت من ان شاء الله تكون مزيان اذا مرحبا بكم اشرح درس الممنوع من الصرف الدرس مهم جدا وبسيط وان شاء الله سنزيده تبسيطا حتى يفهمه الجميع نبدأ على بركة الله بتعريف الممنوع من الصرف الممنوع من الصرف ما معنى الصرف الصرف في حياتنا اليومية هو تحويل واحد الاوراق نقدية الى دراهم وهذا الدراهم حينما تسقط يكون لها صوت فهذا الصوت الذي تصدره الدراهم حين السقط هو ما يسمى بالصرف اذا لممنوع من الصرف هو الممنوع من الصوت جيد وهذا سيتضح اذا هو الاسم اذا الممنوع من الصرف هو اسم ليس حرف وليس فعل الذي لا يلحقه تنوين اذا الممنوع من الصرف لا يلحقه التنوين أي فتحتين او ضمتين او كسرتين نعطيهم مثال محمد محمد اذا ركبناه في جملة مثلا جاء محمد إذن محمد هذا الصوت الذي يصدره هذا التنوين جاء محمد إذن هذا منصرف قابل للصرف لأنه يقبل التنوين كذلك نقول رأيت محمدا إذن قابل للتنوين وهو هذا الصوت محمدا كذلك نقول مررت بمحمد إذن واضح هذا التنوين إذن محمد يقبل التنوين إذن نقول أن محمد اسم منصرف نأخذ اسم غير منصرف ممنوع من الصرف مثلا أحمد أحمد نركبه في جملة نقول جاء أحمد بدون تنوين إذن لأنه ممنوع من الصرف لا يقبل ذلك الصوت لا نقول جاء أحمد إذن لأنه لا يقبل التنوين كذلك رأيت أحمد بدل أحمدا لأنه ممنوع من الصرف رأيت أحمدا كذلك نقول مررت بأحمدا لاحظة هنا انعدام التنوين وكذلك انعدام الكسر كذلك نقول مررت بعمرا ومررت بإبراهيم لأن هذه الأسماء كلها ممنوعة من الصرف وسنتعرف لماذا إذن ملاحظة نلاحظ أن الممنوع من الصرف لا يجر بالكسرة لاحظتم هنا أنه مسبوق بحرف جر لكنه جر بالفتحة بدل الكسرة إذن لا يجر بالكسرة إذا جاء مجرورا بل يجر بالفتحة النائبة عن الكسرة إذن من خلال هذا يتبهي لنا أن الممنوع من الصرف لا يقبل التنوين وكذلك لا يقبل الكسر إذن فكيف يعرب الممنوع من الصرف نأخذ هذه الجملة مررت بأحمدا إذن مررته من حيث الإعراب فعل وفاعل هذه البأ حرف جر أحمدا اسم مجرور في الأصل مجرور لأنه سبق بحرف جر لكن مجرور بماذا بالفتحة نائبة عن الكسرة لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف ودائما يكون إعراب الممنوع من الصرف على هذا الشك إذن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف إلا في حالتين كما سنرى في هذه الملحوظة يجر الممنوع من الصرف بالكسرة في حالتين فقط فما هما هاتين الحالتين؟ الحالة الأولى إذا جاء مقترنا بالألف واللام يعني الممنوع من الصرف إذا اقترنا بالألف واللام فهو يجر بالكسرة وليس بالفتحة مثال مساجد مساجد ممنوع من الصرف وسيئتي معنا لماذا؟ نركبها في جملة صليت التراويحة في مساجدة لاحظوا معي في حرف جر مساجدة اسم مجرور لكنه جر بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف لكن لأنه غير معرف نعرفه صليت التراويحة في المساجد الكبيرة إذن المساجد هنا أصبحت معرفة بالألف واللام إذن قابلت الكسرة إذن فهو مجرور بالكسرة لأنه معرف بالألف واللام إذن إذا عرف بالألف واللام فإنه يجر بالحالة الثانية وهي إذا جاء الممنوع من الصرف مضافا نقول صليت التراويحة في مساجد المدينة إذن مساجد مضاف والمدينة مضاف إليه كما مر معنا في الدرس الموجود في القناة إذن صليت التراويحة في مساجد إذن هذا مساجد مضاف إذن إذا كان مضاف فهو يجر كذلك بالكسرة إذن فما هي أسباب المنع من الصرف عندنا ما يمنع من الصرف لسبب واحد وعندنا ما يمنع من الصرف لسببين نتعرف على الأسماء الممنوعة من الصرف لسبب واحد وهذه الأسباب ينبغي أن تحفظ جيدا إذن السبب الأول هو الإسم المختوم بألف تأنيث ممدودة إذن كل إسم مختوم بألف تأنيث ممدودة فهو ممنوع من الصرف كصحراء علياء حسناء نركبها في جملة نقول مثلا بالنسبة إلى صحراء مررت بصحراء إذن فصحراء هنا اسم مجرور وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف كما مر معنا دائما هذه هي صيغة الإعراب كذلك الإسم المختوم بألف التأنيث المقصورة مثال جرح ذكرى نركبها في جملة نقول مررت بجرح كثر والإعراب كما مر معنا حالة الثالثة التي فيها السبب واحد هو الإسم الذي يأتي على وزن صيغة منتهى الجموع وصيغ منتهى الجموع متعددة أشهرها مفاعل ومفاعيل يعني بعد ألف حرفين أو ثلاث أحرف إذن هذه الصيغة تسمى صيغ منتهى الجموع مثال صناديق مساجد إذن هذا بعد الألف ثلاث أحرف وهذا بعد الألف حرفين يعني في الجمع وهو جمع التكسير نركبها في جملة نقول مررت بصناديقة إذن صناديقة اسم مجرور وعلام تجره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف ثم نلتقل للممنوع من الصرف بسببين أولا اسم العالم المؤنث إذن هو اسم عالم ثم إنه مؤنث إذن السبب الأول أنه عالم والسبب الثاني أنه مؤنث مثال حمزة إذن حمزة هنا اسم عالم وهو مؤنث لكنه مؤنث معنوي ثم أسماء اسم عالم وهي كذلك اسم مؤنث فاطمة كذلك جيد الحالة الثانية بالنسبة لسببين هو اسم العالم يعني اسم هو علم ثم هو أعجمي أي ليس عربيا كموسى عيسى إسحاق يعقوب إبراهيم وغير ذلك الحالة الثالثة اسم العالم هو علم على وزن فعل كعمر وزحل يعني كل اسم علم على وزن فعل جيد الحالة الرابعة اسم العالم على وزن الفعل المضارع نقول أنا أحمد الله أنت تحمد الله إذن هذا أحمد على وزن الفعل المضارع كذلك يحيا أنا أحيا هو يحيا إذن هذا على وزن الفعل المضارع ثم الحالة الخامسة اسم العالم المخطوم بألف ونون كشعبان مروان هذه اسماء علم شعبان مروان عثمان وغير ذلك ثم الحالة السادسة وهي اسم العالم المركب تركيبا مزجيا كحضر موت وبعلبك فهذا مركب من حضر وموت كذلك هذا مركب إذن هذه الحالات ينبغي أن تحفظ عن ظهر قلب وهي تسعة حالات ثلاث حالات بالنسبة لسبب واحد وست حالات بالنسبة لسببين ثم أخيرا الصفات الممنوعة من الصرف أولها كل صفة على وزن أفعل كل صفة على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء تمنع من الصرف مثلا أحمر مؤنثه حمراء فهي ممنوعة من الصرف ثم الحالة الثانية هي كل صفة على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلاء تمنع من الصرف مثال عطشان فعلان مؤنثه على وزن فعلاء عطشا جيد الحالة الثالثة كل صفة عددية على وزن فعل أو مفعل تمنع من الصرف كمثنى على وزن مفعل ورباع على وزن فعال وأخيرا صفتا آخر وأخر تمنعان من الصرف وهكذا نكون أنهينا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته